السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر سيد سامير من قناة ايزي جرامر هنتكلم النهاردة عن يونيت نايل الوحدة التسعة لمنها كونيكت بلاس الصف الثاني الابتدائي الوحدة بعنوان along the nail يعني على ضفاف النيل او على امتداد النيل طبعا هنبقى الوحدة بهم الفوكاب الموجودة في الوحدة ريولي يونيت نايل along the nail part 1 page 38 39 and 40 صفحة 38 39 40 بادئ بي الويلد انيمالز يعني الحيوانات البرية إليفنت فيل هيبو فرس النهر جيراف زرافة رينو طبعا ال H هنا silent ما بدأتنطقش رينو اللي هو الخرطيت او وحيد القرن trunk خرطوم الفيل tasks انياب الفيل horns اللي هي الكرون طبعا ال R ما بتتنطقشي ال O R بتتنطق مع بعض O طويلة فبقول horns tongue لسان mouth فم اكيشا تري شجرة الصند اكيشا تري ايفري وطبعا شجرة الصند ده النوع من اللي من الشجر من الأشجار طيب ايفري العاج Land animals حيوانات تعيش على اليابس Draw يرسم Walk يمشي Shop محل نجوب بعد كده طبعا الكلمات اللي في الصفحة اللي فاتت لازم الطالب يحفظها بالسپلنج لكن هنا الكلمات دي ممكن الكلمات البسيطة والسهلة الطالب يحفظها سپلنج لكن الكلمات الطويلة أو الصعبة الطفل يحفظها إيه نطقا فقط ويعرف عناها باللغة العربية Have to Picture Plant Choose Today مش to القو مش ظاهر قوي Today Me too Visit In water Wrote كتب وطبعا زي ما احنا عارفين إن الرote الماضي من write اللي هو الماضي البسيط Past symbol Gray Grass Quickly Had to Find out Tidy Grow up After school Grandparent Grandparent On land African animals Sid الماضي من Say يقول الماضي منها Sid قال Second Leaves Leaves Often وأحيانا بتطنطق often تمام ولكن غالبا ما تنطق often Good at Yesterday Run Tooth Teeth Made of Study The following Today I have to draw A picture Of a lion Have to بمعنى يجب أن أو من الضروري أن عندي في المضارع Have to و Has to زي ما هنحكي كمان شوية أو هنشرح كمان شوية Has to و Have to والماضي منهم Had to والتلاتة بمعنى يجب أن Has to و Have to يجب أن في المضارع و Had to يجب أن أو كان يجب أن في الماضي ممكن أقول يجب أو أقول من الضروري أن فبيقول Today I have to draw A picture Of a lion كان من الضروري أن أرسم صورة للأسد Yesterday I had to tidy My room كان يجب علي أن أنظم غرفتي Study The following تعال كده نشوف الأمثلة الموجودة بيقول I have to do my homework تمام أنا بتقول I have to do my homework طيب فرد عليها بيقول me too we have to find how it's about African animals فيوسف رد بيقول وأنا أيضا نحن يجب علينا أن نكتشف أو نعرف عن الحيوانات الأفريقية فهنا هتقول Yesterday Miss Mona said we had to choose one animal a hippo reno reno elephant or giraffe يجب علينا يجب علينا أن نختار واحد من الحيوانات فرس النهر أو الرينا وحيد القرن أو elephant فيل أو الزرافة فيوسف يرد يقول I like giraffe بست أنا بفضل أو بحب الزرافة أكثر بحب الزرافة أكثر They are tall هم طوال They run the most quickly of all هم بيجروا أسرع من الآخرين أو من الكل فهنا هترد تقول I like hippo's بست أنا بحب فرس النهر أكثر They run more quickly than elephants هم بيجروا أسرع من الفيلة نشوف بعد كده Reading student book page 40 Wild animals in Africa أو الحاجة من elephant The elephant is the biggest land animal بيول الفيلة هي أطخم الحيوانات التي تعيش علي بسا It has a long trunk لها خرطوم طويل It has tasks made of ivory إن ها لديها أنياب مصنوعة من العاج It grows up to three meters tall إنها تنمو لارتفاع أكثر من ثلاثة أمطار Reno وحيد القرن The Reno is the second biggest land animal ثاني الحيوانات اليابسة ثاني أطخم حيوانات التي تعيش عليابسة It has two big horns on its nose إنه لديه قرون ضخمة على أنفه It eats grass and plants إنه يأكل الحشائش والنباتات Giraffe The giraffe is the tallest land animal هي أطول الحيوانات التي تعيش علي اليابسة It grows up 5 meters tall إنها بتنمو لإرتفاع 5 أمطار It has very long tongue إنها لديها لسان طويل It eats the leaves of acacia trees إنها بتأكل أوراق شجر الصند Hippo The hippo has short legs لديه أرجل قصيرة It has very big mouth لديه فم ضخم and big teeth وأسنان كبيرة It's often in water دائق غالبا ما يكون في المياه It's good at swimming وإنه جيد في السباحة نشوف بعد كده Language Focus اللي موجود في الوحدة زي ما قلت اللي موجود في البارت أو في الدرس دوان Have to has to and had to plus infinitive have to has to to express necessity in the present للتعبير عن الضرورة زي ما قلت فين في المضارع has to بيأتي معها he و she و it والاسم المفرد have to بيأتي معها I و we و you و they والاسم الجم شان كده قلنا for example today I have to walk to school اليوم أنا يجب من الضروري أن أذهب إلى المدرسة سيرا أسير المدرسة يعني أو أمشي we use had to to express necessity in the past والله عشان أعبر عن الضرورة في الماضي بستخدم had to for example yesterday I had to do I had to tidy my bedroom كان من الضروري أن أن أنظم غرفة نومي في الختام أتمنى أن يتقبل الله من هذا العمل اللهم عين من ينتفع به كان معكم مستر سيد سامير من قناة Easy Grammar أتمنى أن الفيديو يعجبكم أتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير كتير واتفعلوا جرس التنبيهات علشان يصلك كل جديد أراكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد لمنها Connect Plus باي باي ترجمة نانسي قنقر